الحقيقة اللجنة عندما شكلت شكلت أمام أمر وحدث خطير جدا الحدث لا بد أن تتعامل معه الحكومة بشكل جاد وبالتالي هذا الحدث قد أسال دماء عراقية نتيجة احتجاجات الموضوع اليوم أصبح ضرورة ملحة أن تشكل هذه اللجنة وأن لا يكتفى فقط بتشكيل هذه اللجنة كتشكيل اللجان السابقة حول قضايا مختلفة وعدة جميعنا يعرفها اليوم هذه اللجنة لا بد عليها أن تخلص بنتيجة النتيجة أنا لا أبحث حقيقة يعني لربما قد أختلف مع ما طرحتموه في تقاريركم وفي برنامجكم وفي حديثك دكتور بخصوص موضوعة أو التغريدات حتى للبعض أنه أنا لا أبحث عن الشخوص المشكلين بأسمائهم بهذه اللجنة بقدر ما أبحث عن نزاهة ومصداقية من جاء اسمه طرفا أو عضوا في هذه اللجنة عليه أن يتصور أنه يبحث عن دماء ابنه الذي قتل ويريد أن يتحقق بشكل حقيقي واضح يدين الجهة التي استهدفت هذا الابن أستاذ وائل فقط أشرت إلى يعني عدم اتفاقك مع ما طرحت يعني شنو الجزئية اللي ممكن تختلف بيها مع ما طرحت في مقدمة البرنامج أحسنت لأنه البعض يعني كان لا يرجو خيرا ولا يتفائل ولا يعمل خيرا بنتائج هذه اللجنة ويبدو لي أنه البعض كان مشككا أصلا بوجود هذه اللجنة وبتشكيلها كونها تأتي برئاسة أو بعضوية منهم يعتبرون الطبقة السياسية التي يعتبرها البعض أنها كانت أو يحملها مسؤولية وجود هذه العمليات التي راح ضحيتها العراقي أنا أقول أننا إذا أردنا أن نشكك فهذه مشكلة كبيرة يعني هذه لا توصلنا إلى نتيجة أطلاقا ولربما تجعلنا مقيدين أو أننا مأسورين في رؤية واحدة وهو أنه أن تزال هذه الحكومة وأن تزال هذه الطبقة السياسية وأنا أقف ضد هذا الموضوع لأني أرى بهذه الحالة سوف نبتعد كثيرا عن الوصول إلى الحقيقة